السلام عليكم ورحمة الله لو تساءلنا عن الأهداف النهائية للجهود التربوية الكبيرة التي نبذلها في البيوت وفي المدارس وفي كل المحاضن التربوية لو وجدنا أن هذه الأهداف عبارة عن ثلاثة الهدف الأول هو الصلاح والهدف الثاني هو النجاح والهدف الثالث هو المشاركة في الإصلاح نحن نربي أبنائنا حتى يكونوا في المستقبل شبابا صالحين بالمفهوم الشرعي يأتمرون بأمر الله جل وعلا ويقفون عند حدوده ومناهيه ونربيهم أيضا حتى يكونوا ناجحين بمعنى أنهم يستطيعون كسب رزقهم بكرامة وبدون إرهاق وعسف وهذا يعني أننا نربيهم على معالي الأمور نربيهم على العصامية على الجدية على ضبط الذات نعلمهم تعليما جيدا في أفضل مكان تسمح به إمكاناتنا المتوفرة لدينا أما الهدف الثالث فهو المشاركة في الإصلاح أي أن يكون لهم دور وجهد في إصلاح مجتمعاتهم فالإنسان المسلم لا يكتمل صلاحه إلا إذا صار مصلحة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشجع على الخير ويحاصر الشرور ويبني في المرافق العامة ويساعد الآخرين ويساعد في حفظ الأمن ويساعد في سلامة الحياة العامة أهداف ثلاثة لا يجوز أن تغيب أبدا عن بال أي مربي الصلاح والنجاح والمشاركة في الإصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة